بينما تسهر إيران على دعم وتمويل أدرعها المسلحة في عدد من الدول العربية وتنهمك في مفاوضاتها مع الدول الغربية بشأن برنامجها النووي يصول جهاز المخابرات الإسرائيلي ويجول في هذا البلد وينفذ أجنداته في الخفاء والعلن هي ليست تنبؤات أو تحليلات بل هو تصريح لوزير الأمن الإيراني الأسبق علي يونسي الذي قال فيه إن الموساد توغل بمختلف القطاعات الإيرانية منذ عشر سنوات الوزير الذي تسنم وزارة الاستخبارات في فترة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي لم يكتفي بهذا التصريح بل عضد عليه بالقول إن جميع المسؤولين الإيرانيين باتوا في خطر حقيقي وهم قلقون على أرواحهم بسبب التغلغ للإسرائيلي في بلدهم ليس ذلك فحسب بل إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية بحسب يونسي تتهم بعضها بعضا بالمسؤولية عن اختراقات إسرائيل بدلا من الكشف والتعرف على عناصر الموساد في إيران ولعل المسؤول الإيراني الأسبق أشار إلى أسباب تغلغ للموساد في المؤسسات الإيرانية عندما أكد أن أجهزة الأمن مجغولة بمحاربة المعارضين في الداخل بدلا من كارثة التوغل الأمني للموساد وسبق تصريح علي يونسي بشأن تغلغ للموساد تصريحا آخر من العيار الثقيل للرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجات حينما قال في مقابلة صحفية إن مسؤول مكافحة إسرائيل في وزارة الاستخبارات الإيرانية كان جاسوسا لإسرائيل ليضع بين يدي الأخيرة آلاف الوثائق النووية من موقع تورقوز آباد جنوبي طهران إضافة إلى وثائق تتعلق بمنظمة الفضاء الإيرانية تطورات متسارعة في سياق صراع النفوذ بين الطرفين بدأت منذ نحو سنة حيث اتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولية عن عدة أحداث أمنية شهدتها إيران بما في ذلك تفجير مركز صناعة وإنتاج أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية في تموز من العام الماضي واغتيال العالم النووي محسن فخر زادة قرب طهران في تشرين الثاني من العام نفسه بجانب حادثة تدمير أجهزة طرد مركزي بالمنشأة نفسها في نيسان الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر